السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة ومرحبا بكم معي من جديد في قناتي وتعائشة ومع فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيش بدجاج اللي كيجي رائع وخفيف مع كل أسرار النجاح دياله بعجينة اللي كتجي مقرمشة وهشيشة وبمضاق رائع جدا جدا فما نطولش عليكم ندوز نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة تحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة بالنسبة للعجين فغادي نحتاجو 300 جرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات يكون من نوعية جيدة لأنه هنا سبق لي غربلتهم من قبل عندنا هنا يا 125 جرام ديال الزبدة أو لمعقارين تكون باردة ماشي بحرارة المطبخ يعني نجبدوها مباشرة في الوقت اللي نرغون ستعملوها بيضة واحدة تهي من الأفضل أنها تكون بحرارة المطبخ القليل من الملح للكمية ديالوك تبقى حسب الدوق وشوية ديال المبارد باش غادي نجمعو العجين ونبدوه على بركتي الله والحاجة فانسالة ديالي فيه ديجا الدقيق غادي نضيف ليه القليل من الملح نخلطو شوية دوك النواشيف مع بعضها غير الجهد ليتخلط ليه ويندمج ليه بشكل جيد دك الملح مع الدقيق ونضيفو هنا مية وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة اللي كيف سبق لي اكتلكم ضروري أنها تكون باردة تجبدوها مباشرة من المجمد نتبغوا تستعملوها كنحاولو فقط نضغطوه بالأصابع ديالنا ما كنرملوش لأنه هذا عجين مكسر أو لابات بغيزي مشي العاجين المرمل ففقط كنحاولو نضغطوه على الزبدة على هات الشكل هذا كتبق لينا فقط مكسرة مع الدقيق وكيم كلكم تنسمو بأي اعشاب من السيمة كتفضلوها ومتفر عندكم في البيت تقدرو تضيفو القليل من المتاخد او تقدرو تضيفو كذلك القليل من توم بودرة فلكم الاختيار سوف أن هنا غنستمر كيف كتلاحظو معايا كنحاول فقط نكسر شوية ديك الزبدة مع الدقيق ثم كنجمعو ببيضة واحدة لضروري أنها تكون باردة المكونات كاملة ضروري أنها تكون باردة باش نجح معاكم العجين المكسر وكنزيدو الماء اللي احتاجيناه طبعا الماء البارد ما كان دلكوش فقط كنحاول نجمعو العجين دينا ما كان دلكوه ما كان خلطوه ضروري أنه يبقى كيف ما هو عجين اللي ما يكونش متجانس المائة في المائة كيكون فيه دوك القطع ديال الدقيق مع الزبدة بينين أنا هنا حاولت فقط نصرع معاكم الفيديو باش تشوفوا المراحل كما هما مش يجي معاكم عجين اللي هو ناجح صافي هنا بعد ما تجمع لي العجين كيف كتلاحظوا معايا عجين اللي هو رطب غادي نوضعوه في بلاستيك غدائي وغادي نخليه في تلاجة على الأقل واحد ساعة لأنه كل ما ارتح لنا العجين في تلاجة كل ما كيجي مقرمش وخفيف بزاف بزاف صافي غادي نوضعوه في تلاجة وندوزو باش نحضروه لحوشوا ديالنا بالنسبة للحوشوا ففي مقلات غادي نوضع ملعقة كبيرة ديال الزبدة ونخليها غير الدبلية واحد شوية وغادي نضيف عليها هنايا أنا غادي نستعمل البورو لي بإمكانكم تضيفو بلاستو البسلة أنا هندرت البورو مشلد تقدرو تديرو حبة أو جوج ديال الحبات ديال البصل مشلدين فعلى حسب المول ديالكم اللي غادي تستعملوه واش كبير أو صغير غادي نخلي ديال البصلة أو البورو ديالي حتى ينزل ليها تماما وبشكل جيد وبإمكانكم تستعملوه أي حوشوا كتفضلوها فأنا فقط كنعطيكم أفكار هنا من بعد ما تشحرت لي ديال البصلة أو البورو غادي نضيف أنا هنايا كان بقى عندي شوية ديال الفلفلة حمرة وشوية ديال الفلفلة صفرة فغادي يعطونا داك اللون للكيش ديالنا ونشحرهم غير واحد دقيقة تقريبا مع ديك البورو أنا هنا استعملت البورو نضيف تقريبا 1-300 جرام ديال صدر ديال الدجاج لمقطع قطع صغيرة على هات الشكل هذا ونضيف كدلك القليل من التوابين أنا استعملت هنايا القليل من الفلفل الأسود اللي بزار القليل من الملح شوية ديال بودرة التوم وشوية ديال سكين جبير وبإمكانكم تضيفوا أي أعشاب من السيمة كتفضلوها أنا فقط كان كتافي بهادو غادي نحركوا داك الدجاج ديالنا مع باقي المكونات ونخليوا حتي تشحر لنا بشكل جيد ويدخل فيه الطياب وبإمكانكم تضيفوا أي نوع ديال الخضار بحل خيزوا محكوك أو القرعة فكتجينا حشوة اللي بنينا بزاف بزاف والديدة ما تشبعوش منها صافي غادي نستمر حتى نشحر بشكل جيد ديك الحشوة ديالي ونخليها علاجين بتبرد وندوزو باش نطلقو العجين ديالنا بالنسبة للعجين فكان ناخدوه يا إما كانت لقوه مباشرة فوق سطح العمل أو في بلاستيك غدائي أو كيف ما درت أنا غادي نطلقوه أنا هنا يا بين ورق الطبخ بالإستعانة بدلك طبعا كنحول معاه غير شوية في الأول لأنه كيكون برد وشوية بشوية كيتقاد وكيتطلق لنا بين ذك ورق الطهي عجين اللي كيجي ناجح مئة بالمئة كيف رحتوا معايا بمقادر اللي هي مضبوطة إذا تبعتو فقد المقادر كيف ما عطتها لكم فغادي يجي معاكم عجين اللي هو ناجح من أول استعمال حاولو نطلقوه يكون مقاد ماشي جهة طالعة وجهة هابطة والحجم ديالو فكيبقى على حسم حجم المول اللي غادي تستعملوه أنا هنا يا غادي نستعمل المول بحجم دائري صافيه هنا بعد ما كملت العجين أنا هنا غادي ناخد هاد المول هادا عندي كيل سق شوية فغادي ندير فيه في الأسفل ورق الطهي إلا كنتو متأكدين بأن المول ديالكم ما كيل سقش فكتوضعو فيه العجين مباشرة صافيه غادي نحاول نوضع فيه العجين ونلبسوه بالمول على هاد الشكل هادا كيف كتلاحظو معايا كنحاولو أننا نقدو العجين بالأصابع ديالنا باش ما كيبقوش لنا دوك الخويات وكيجي ملبس بالقالب أو المول بشكل جيد كيف كتلاحظو معايا نحاولو نقدو دوك الجوانيب على هاد الشكل هادا فطريقة لي هي سهلة وما كتعدبناش صافي غادي نستمر كنحاول نلبس القالب بشكل جيد وغادي نزولو دك فائد العجين بالاستعانة بالمقاس كيف استعملت أنا أو كتحيدوه كتضغطو عليه بالمدلة كيتحيد أو بالسيكين فلكم الاختيار لي بإمكاننا من بعد نعودو نستعملوه فكنجمعوه وكنديرو به دي ميني كيش فكيجيوتهو مرائعين جدا كنحاول أنني نبسط معاكم لا فيديو ما أمكن بعد ما زولنا دك فائد العجين اللي عندنا غادي نتبكو العجين ديالنا بالاستعانة بالفرشات باش مني كندخلوه الفرن من بعدي طيب بالحشوة طبعا فما كيتنفخشو كيبقى محافظ على الحجم ديالو وكذلك من بعد غادي ندخلوه هنا يا الكونجيلاتور اللي الدور ديالو هو أنه كيخلي لنا دك العجين يقبط راسو ومن بعد مني كنديرو فيه الحشوة وكندخلوه طيب فكيبقى محافظ على الحجم ديالو وما كتجمعش لنا دك العجينة أو العجين من الجوانيب وندوزو باش نوجدو ديك لابا غايا كيش ديالنا كنحتاجو فيها أنه هنا يدير ثلاثة ديال البيضات لأن الحجم ديال المول عندي شوية كبير وغادي نضيف عليه واحد ميات ميليليتر ديال القيش دطارية إلي ما متوفرش عندكم فكتديرو ياغور طبيعي من فئة 110 جرام غنسم بالقالين من الملح والقالين من الفلفل الأسود للكيميا ديالهم كتبقى حسب الضوء بإمكانكم تنسمو حتى بالبودرة ديال التوم فلكم الاختيار غادي نخلط ديك لابا غايا كيش ديالي جيدا الجهد اللي يندامجو لي المكونات مع بعضها صافي وغادي نوضعها في ونضيفو عليها هنا يا ديك الحشوة لحضرناها مع بعض لضروري أنها تكون باردة وغادي نضيف كذلك القليل من الفخوماج لي كيبقى اختياري من الفخوماج كيعطينا واحد الماداق رائع جدا وكي ندمج بشكل جيد مع الحشوة صافي غادي نخلطو غير واحد شوية الجهد اللي تخلطو ديك لابا غاي اكيش مع الحشوة والفخوماج اللي دفنا لها صافي وهالحشوة ديالنا واجدة غادي نجيبو داك المول ديال الكيش اللي وضعناها في الكونجيلاتور كيف سبق لي اكتلكم باش كيخلي أن العجين يبقى قابط رسو من يندخلوه للفرن باش يطيب وغادي نوزع فيه هنا يا ديك الحشوة في الداخل كيف كتلاحظو معايا نحاولو نوزعو ديك الحشوة بشكل جيد باش تجينا بشكل متساوي في الكيش ديالنا انا هنا غادي نضيف لها غير واحد شوية ديال الفخوماج او الجبن محكوك من الفوق باش كيعطينا داك اللون الدهبي للسطح ديال الكيش ديالنا وبالنسبة للفرن فكندخلوها الفرن على درجة حرارة 160 تحمر بشكل جيد من الفوق ومن تحت انا كيعجبني ان الكيش تاخد الوقت الكافي في الطياب ديالها ونطلقها من البعد باش نشوفو الشكل ديالها من بعد ما نخرجوها من الفرن وكيكون هادا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفرن بعد ما طابت وتحمرت مزيان بشكل جيد من الجوانيب واحتى من الاسفل ضروري انها تتحمر بشكل جيد باش كتجيكم عجينة مكسارة اللي هي مقرمشة ها كيف كتلاحظوا معي قسم سمعاكم هنا هي اموغصو كتجي الحشوة بنينة بزاف بزاف ولديدة وقابطة راسها والعجينة محمرة بشكل جيد من الجوانيب واحتى من الاسفل درو تحضروها كطبق عشاء خفيف او تزينوا بها مائدة ديالكم ديال رمضان فكتجي لديدة بزاف بحجم عائلي فكنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتعتمدوها ضمن الوصفات اليومية ديالكم كنشكركم جزيرة شكرا على المتابعة ديالكم وتشجاعتكم ولكنت اول مرة كتزوروا القناة فما تنسوني يشمل اللايك ديالكم والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما جديد الوصفات وما بقى لي غير نودعكم والى اللقاء في وصفة مقبلة وفيديو جديد بحول الله استفدعكم الله اشتركوا في القناة